اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفلسفة الهيقلية كما يقال على عقبيها أو على ظهرها مدافعا عن أسبقية المادة على الفكر المنطلق الفلسفة الهيقل يقوم على ثلاثية معروفة الوجود والعدم والصيرورة يعني الماء يصبح جليدا لكن الماء موجود داخل الجليد فبعد ذلك الجليد يتكون شيء ثالث مثلث آخر ينطلق من عنده مثلثات تتولد أكثر يعني معناه أن الجدل مو معناه هو أن الفكرة معاها نقيطة لكن الفكرة هي تتضمن نقيطة نفسها وهذا الشكل علاقة مثلثة لكن هذه العلاقة علاقة صراعية تنتج مكونات جديدة هنا يعني أنا أشوف أنه بهذا طريقة ليقلب بها ماركس رؤية العالم وطرح نظرية للتاريخ ونظرية للرئيس مالية أرى أنه وفر أدوات للعالم أدوات لفهم العالم والتاريخ بالشكل الممتاز أنا صحيح طلعت على ماركس يعني عمرها تقريبا بعد ما اتخرجت في كله لكن وجدت أنه أنا أطبق منهج المادي دون أن أشعر وما زلت لحد هذه اللحظة وكلنا نمارس هذا المنهج ويبدو أنه تشرب ثقافتنا جميعا ثقافة يعني مأظم الكتاب والمفكرين والمتقفين في القرن العشرين وحتى يومنا هذا العلم وماركس هنا للإشكالية يعني هل نستطيع أن نقول أن ماركس كان يمارس أو يقدم نظرية علمية أنا أعتقد هو قدم نظرية علمية لكن بانطلق على أخطاء كثيرة جدا كما نعرف القرن التاسع عشر كان هو قرن العلم وقرن ثورة الصناعية وما إلى ذا وهذه الثورات هذا الكل كان مسحور في فكرة الأصول الأولى للأشياء أصل الدين مثلا فيورباخ عنده أصل الأخلاق جينان لوجهة الأخلاق عنده نيتشا هذه أصل المادة أصل الكون أصل الإنسان هذا كلها أدت إلى أن يفكر ماركس بأن هناك نظرية ما أو هناك قوانين ما تحكم الواقع والتاريخ وهذا أدى بإعلان يؤمن أن الجزء المثالي خلينا أقول بأنه جزء المثالي في ماركس هو الإيمان بالعلم لكن هنا المفارقة أنه ماركس يعني يؤمن بالحكمية وقدم نظرية نبوئية وجدلية أيضا وهذا يتعارض مع المنهج الأمي لا بد أن نأترف بهذه المسألة الجدل يبحث عن نقار الألم ما يحتاج أن يبحث عن نقار الألم عنده سيرورة واضحة ويمشى على منهج واضح يعني هو يحاول وقبله هيكل أيضا حاول علمنات التاريخ يعني يجعل التاريخ خاضع لمناهج الألمية وأيضا يعني مثل ما نحن العلم من الدين أيضا نكون هناك محاولات علمنات الدين محاولات علمنات المجتمع البشري وبعد ذلك وجدنا السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا وصالت الأنثروبولوجيا لجماعتنا والسوسيولوجيا للعقل يعني الصالح الغربيين وإحنا باعتبارنا الشعوب من العالم الثالث حصتنا الأنثروبولوجيا أي أنا حاول كتاب أو مفكري حاولوا أن يعني حاولون التاريخ والاجتماع إلى علم وهذا القضية خلتهم يفكرون بأنه هناك قوانين يجب اكتشافها للتنبؤ بالمستقبل ماركس هنا المشكلة ماركس علميا قدم تنبؤات بناء على هذه الأسس وهذا هو ابن عصرة لا نستطيع أن نقول أنه يعني هو مثل السمكة كما يقول فوكو يعني فوكو يقول ماركس مثل السمكة إذا طلع من قرن التاسع عشر ما يعيش فهو ابن التاسع عشر فهو بالتالي تنبأ أصدر تنبؤات وكلها ما تحققت يعني هل نقول مع الأسف أو لا بس هي ما تحقق مثلا نبأ بأنه طبقة البروليتاريا راح تنزداد وراح تنكمل طبقة أصحاب رؤوس المال وهذا أمر ما حدث يعني بالعكس الأمر اختلف أكثر يعني الموضوع كليا اختلف بعد ثورة المعلومات يعني أصبحت موظفين أصبحت أكثر شي طبقة ظهر طبقات جديدة من مثل الموظفين والمهندسين الفنيين والإداريين وما هلا ذلك وهذا أيضا دورهم أيضا مهم جدا يعني أهم من دور البرجوازية ومن دور البروليتاري يعني لا نستطيع أن نستهين بهذه الطبقات أيضا ظهرت شركات صغيرة كان يتنبأ بأنه شركات الأملاقة راح تبتل الشركات الصغيرة الآن شركة شركة كبيرة في أمريكا أتهى الشركة يعني كوكبة من الشركات التي تؤدي عملها أي جهاز تلفون الآن تفتحها تلقى جزء من تايلاند جزء من فلبين جزء من أمريكا والآيسي مالتا مثلا أو البروستيسن مالتا من الشركة الشركة العالمية وهكذا أنتل خاصة هي مشهورة بالبروستيسات الحكومات أيضا بدأت تتدخل يعني صار أيضا الرئيس المالية تطورت وبطريقة سلمية ليس بالطريقة اللي كان يتنبأ بها ماركس أنه يجب أن نعجل بإختصار المراحل والوصول إلى الشوائية بالعكس الرئيس المالية يعني أنا ضدها طبعا لا يستمعها ولا ضدها يعني ما لألاقة يعني بس أتحدث بطريقة محايدة قدروا استطاعت طبعا ربما أنا غلطان ما عندي مشكلة نجد أن الرئيس المالية تطورت بطريقة سلمية صحيحة هي الآن أبشع يعني أنا شخصيا أشعر بأنها بشعة جدا لأنني جاي يشتغل وكل شيء يروح لهم يعني أنا كأننا ما كل ما سوي يعني أول واحد يدفع وآخر واحد يحصل بيني وبين المسيرتين عشرات الآكلين يعني يأكلوك وأنت تدفع وبعد ذلك تحاول بشكل أنفس تسترجع بعض ما لديك أو بعض ما قدمت أما فلسفيا يعني هنا الآن قلنا علميا أنه عندها مشكلة فلسفيا أحنا ما نقدر يعني نطالب ماركس بأنه يقدمنا أدلة على صحة نظرية خاصة عند نظرية بالتاريخ لكن نشبه نظرية الفلسفة ما تقدم تنبؤات الموضوع لكن تقدم تصورات لشيء ينبغي أن يكون ومن خلال هذا ممكن أن تشتق من أدها أو من رؤاها مناهج علمية وفلسفية وسياسية وفلسفية أيضا بالتالي المأيان رقيمة فلسفة أي فلسفة يفترض أنه فيها منطق فيها تناسق لطروحاتها ونظرياتها ومعها براهين وأدلة قوية لكن ماذا فعلت الماركس؟ الماركس هي قدمت أحكام مطلاقية بسبب منهجها العلم المادي وهذا قالت بالحتمية التاريخية أي أن التاريخ يصير في مسار محتوم وبالتالي وجدلي طبعا وبالتالي يمكن التنبؤ به وهذه فكرة هي قديمة طبعا من أيام هيراكليتس وفلاطون وحتى فكرة أنه المهدي المنتظر أو المسيح عودة المسيح وهيقل أيضا طبعا هو أنه عجلة التاريخ تتقدم نحو الروح الكل يوم على ذلك شبنغل أيضا قدم هذا المجلدين الذكر قرية نظرية شهر قربي هذا التدهور حضارة غربية تونبي أيضا كثيرين بس الحتمية بعد ذلك الآن نحن كل هنا نعرف أنها سقطت تحت أخدام النسبية أيضا مع قضايا علوم الاجتماع أيضا كثير من النبوءات ماركس فشلت لكن لا يعني أنه ماركس يعني هذا الشيء لا بد أن أنا أذكر فقط النقاط التي تحدث هل كان مثاليا أم كان كان ماديا أو قائما على أسس علمية فأنا كما رأينا هو كان يستنجد بالعلم بالطريقة العلمية بالتفكير والمادية والتي هي أصلا نابعة من المادية لكن بالنتيجة النهائية هو قدم تنبوءات لم تكن في صالحية وقال بأنه دائما مثلا مهدم التناقضات مثلا يقول أنه مهمة الفيلسوف مثلا تغيير العالم وليس فهمه صحيح أوكي يعني لكن هذا أيضا تتعرض مع المفهوم الحتمية لأنه كان التاريخ محدد سلفا فكيف يمكن أن تغير وأيضا هيديقر أيضا اعترض على الموضوع قال يعني هي مقولة عظيمة أنه مهمة الفيلسوف تغيير العالم لا فهمها لا شك لكن عندما تدقق فيها تجد أنه مثلا عندما تسئله حتى فيديو مسجل شفت لقاء قصير قال له أوكي كيف أن تغير العالم دون أن تفهمه هاي مشكلة خطيرة طبعا على كل حال هذا اللي أردقو له عدي وقت له خاص دقيقة يعني هناك أيضا يعني أخلاق التي قدمها نظرية ماركس في الأخلاق هو قدم نمطين من الأخلاق الأخلاق اليمينية والأخلاق اليسارية ويؤكد على قضية مفاته أن كل برجوازي هو يميني ويعتنق القيام للبرجوازي اليمينية وأيضا أنه هناك أخلاق يسارية وهذا يعني يمجد التقارب الطبقي ويطالب ساعات عمل قليلة والمزيد من الحريات ونبل الملكية وما لا ذلك أيضا فيها اشكالات كثيرة عندما نتفحص به نتفحصها جيدا يعني أيضا هو رجل يعني ماركس يعتبر نفسه برجوازي ولكن يعني تنقل قيام الاشتراكي فهي أيضا نوع من الرد على الموضوع أنه هو نفس الدليل على أنه ممكن أن يكون يميني الطبقة ويساري الأخلاق هذا كل اللي يردبو له وموضوع الدين هذا قوي الماحثة ملاحظة رائعة جدا بالعكس حبيتها جدا أنا أحب أعقب على أستاذ منصور من كارل ماركس قال أن مهمة الفيلسوف هو تغيير العالم وليس فهمه أنت لازم كنت تعرف السياقة اللي حصل بي أنه كانت زوجته حامل ورجعت يمه مثل جماعتنا بالعراق أريد أجيب بيت أهلي فهو بعثي لألمانيا فهو بقى ثلاثة أيام هو وفريدريك إنجلز يسكرون لما نعموا يعني من كثر ما شربوا من كثر ما شربوا وكانوا قاعدين بمقهى للفوضويين اللي هو الأنراكية فبنات حلوات قاعدة حلوة وشرب مثل البغال شربوا ثلاثة أيام فمن طلع كارل ماركس إنه عما من كثر ما دخنه وشربه وخمره شربه وواين أو شنابس وهذه المشروبات فهيش هذا الخاطر الحظيم إنه إنه مهنة الفيلسوفية تغيير العالم وليس تفسيره يعني تغيير العالم فأنت لا تقدره رجال شانساكران طينا أنا إذا أوحك هذه المشروبات أتمن معه يعني لا أعطي حقا فبقاعدة حلوات والشرب بقاعدة حلوات والشرب الحقيقة عنده عنده حوارات مع فيورباخ كان يقول وصديقه كان فكان يقول فيورباخ أنت فقط تنظر يعني أنت بس تشرح لكن لا تنزل على أرض الواقع أو لا تنزل إلى الشارع وتحاول تغيير فيجب أن تغيير فحاول طبعا فيورباخ لم يكن من هذا النوع لا يريد أن يغير المجتمع وإلى آخر تدري العفو وتعقيب إلى النقد أو الفلسفة في شكل عام ولهذا كان يغير أن يغير العفو وتعقيب على أستاذ منصور وصاحبي بلال صديقي الأستاذ بلال أنه بالماركسية في نظرة للطبيعة ممكن يعني ما مطرق بكثرة كارل ماركس أو يعني كنظرية الرجل تعامله مع الطبيعة وطبيعة بين قوسين من أصعب المصطلحات تعريفا تدخل قاموس بس الله واللي كاتب القاموس يعرف شنو هي الطبيعة الطبيعة شنو الناس الجبال الأنهار مصطلح الطبيعة من أخضر وأصعب المصطلحات تعريفا الماركسية تؤمن أنه أنت بما أنه التطور العلمي الحاصل تقدر تمسك الطبيعة طوعها لذلك هو ما يؤمن بفكرة جان جاك روسوف فكرة الرومانتيكية التناغم مع الطبيعة والتناسب وبوقته هو طلع مصطلح اسمه الصدع الاستقلابي هذه هي من بوادر جماعة حماية البيئة هي كانت مقالة لكارل ماركس الصدع الاستقلابي كانوا معجب بنظام الانتاج الإرسوي كيف أنه الصينين يرممون الأرض بالفضلات حتى البشرية يشتروها علشان يعملون منتنس للأرض فكرة كارل ماركس أنه الطبيعة تقدر تمسكها وتشكلها لذلك قال فكرة تغيير العالم وهذه تدخل في نقاط خطيرة جدا فكرة أنه العالم هذا تقدر تمسكها اتطوع تسيطر عليه بسبب المكنة أنه هو ابن العصر الصناعة مثل ما قال أستاذ منصور أنه سمكة ما تقدر تطلعها من قرن التاسع عشر كانوا مهوسين بالعلم أنه أنت تقدر تمسك الطبيعة ولأول مرة بالتاريخ تروضها فلذلك هاي الكلمة اجتب هذا السياق الماركسين يؤمنون أنه يدرون يغيرون الطبيعة بالطبع النتائج كارثية عملنا للسدود سوت كوارث الزلازل ما التركية بسبب السدود الذي عمل أردوغان ضغطت على قشرة الأرضية فالمفروض نحن نتناغم مع الطبيعة من نشكلها فأنا ضد هذه الفكرة مال تغيير العالم لا وأنا أيضا من أكثر المقولات هذه مقولات تغيير العالم وليس تفسيرا من أكثر يعني أنا أعتقد هذا جزء رئيسي من تراث الذي بقي حتى اليوم لماركسين من أعظم الأشياء المقولة أعتبرها كل أشياء ممكن نقيتها لكن هذه المقولة الوحية صعبا شكل يعني مدماك قوي كثير أحبها لكن لأزعجني هايدغر لما انتقذها طالت هذا ملعون هذا ألماني عرب شوني يعني هو هايدغر هايدغر يعني أبو دقات يعني أعمي عوفا هي الكلام ولا نعم نعم تفضل يعني كثيرا ما يقال بأن الماركسية والشؤية تحولت لعقيدة وهي شيء قريب للدين ويقول لا بأس شون المشكلة يعني خلي تكون دين خلي تكون عقيدة يعني ما يكون مشكلة يعني لأننا لا دينيين مثلا أدنى موقف من الدين الموجود أو الموروث فبالضرورة أنه كل دين هو سيء لا خلي طلع دين جديد أهلا وسهلا ما في مشكلة يعني يعني مو مسألة أنه هي طوطمية أنه هذا أنا كره وما أريده وأنه كل دين هي الأديان كله هدلها معناها ولا أسمها ولا وضعها فبالتالي أنه الماركسية أو الشؤية ما تتحول إلى عقيدة لا بأس لكن المهم وين والمهم أن تكون عقيدة صالحة لزمانه أو عقيدة صالحة للتطبيق وبالتالي حتى نرجع لأصل أصل الموضوع هو كل شي هو أنه الآن هناك شخص اسمه ماركس مفكر وفيليسوف عظيم وهو علامة من علامات البشرية الكبرى وإلى تأثير الضخم هو رجل درس الواقع الذي هو عليه والواقع البلد الذي هو فيه وقرأ وطلع على كل شي وحتى كتب قصة قصيرة أيضا فالرجل يعني عنده رؤية قال أنا لديه مخترح يقدم نظريته وقدم أفكاره وقدم فلسفته واستعان بما هو موجود استعان بالأطروح الاقتصادية بآدم سميث استعان بجون لوك استعان بروسو استعان برودريكو وغيرهم فهو قدم نظريته يعني هو الرجل قدم ما عليه لكن بالنتيجة نحن ما نريد نقول نريد نقول أنه قدم شيء عظيم وكبير لكن ممكن نقده هو أيضا هو نفسه ينتقد نفسه هو نفسه يراجع نفسه دائما وقدما تطلع بعد ذلك سر عقيدة خلف سر عقيدة لا بأس لا بأس أنا أختلف معك أنا في رأيي قصدي قصدي أنه العقيدة هي أولاً وثالياً ستكون موجودة يعني نحن ليس نتطير منها لا هي موجودة يعني أنت شيء تأم بيت كل ما بالأمر أنه هذا الدين الجديد أو العقيدة الجديدة تكون مرنة تكون واقعية تكون قابلة للتغيير قابلة للتطوير قابلة لأن لا تتحجر وتتحول إلى الصنم يجب أن يتعبده جميع هي القضية بأكملها أننا جماعة بشرية نجتمع معها لنصديقي منصول أنت برأيك أنه لا نحتاج الدكتاتورية المروري التالية حسب كلامك لا 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 هو قدم نظريته في زمنه نعم لكن كانت نظرية واشتراح عظيم قال أنه الناس كانوا يقدمون مخترحات إنه الشوعية كثير من قدموا أفكار الشوعية الشوعية ليست من ابتكار ماركس ولا الاشتراكية ولا المادية ولا الجدلية ولا كلها كلها ممالات من أيام الفلاطون موجودة لكن هي القضية هو قدم مخترح قال عاني نظريتي وهذا طبق المنهج العلمي وطبق المنهج التفكير الفلسفية وقال هذا قلص فعد أخطاء لابد هو كان خطأ وين لعنى المشكلة المشكلة هو أصيبه بفكرة وجود أصل لكل شيء هي فكرة هذه قديمة من أيام طاليس طاليس بدأت الفلسفية لأن أصل كل شيء هو الماء بعدين الفلسفة الحكماء السبعة كل واحد قدم نظريته هذه الفكرة بقت موجودة مع الشيشة يعني دمرت دمرت المجتمعات دمرتنا خلتنا دائما نفكر بأن هناك حل سعري حتى يجي وعد لك القرآن كتاب وكتاب يقول لك هذا فيه كل شيء هو هذا الحل الوحيد يعني فكرة الأصل هي فكرة سحرية فكرة طوباوية بدائية يجب أن نتخلص منها يجب الداخل بكل تفاصيل حتى بالكلمات بالحوار بالفكر هذا يجب أن نتخلص منها الأصل لا يوجد داعي يجي ماركس يعني الرجل قدم مختلف هذا الاقتصاد أصل كل شيء لكن الحقيقة لم تضحت النهوم الاقتصاد ليس أصل كل شيء الدين طلع أيضا إلى علاقة بالموضوع العلم إلى علاقة بالموضوع المعرفة إلى علاقة بالموضوع فأنا نتشدد بأشياء نفصل بين الحقائق بحيث يضيع علينا السارفة وندخل في نقاشات لا جدولها يعني نضيئ نفسنا بقضايا ما لها معنى على شنو لا هي القضية واحدة جماعة بشري يعني جنس بشري لديهم مشكلة كيف يجتمعون معا كيف يشكلون نظام للألاقات وما بينهم كيف يربطون بين بعضهم البعض لأننا مجبورين نربط مع بعضهم مع ادنها الآخر هي جوهر مشكلة اجل ماركس قدم فكرة جبارة قائمة ليس على فكرة أنه أنا أنا مع يعني يعني مو فكرة أخلاقية لا فكرة علمية قال هناك جدل معين هناك فائض القيمة هناك السلعة هناك البضاعة هناك الطبقات هاي كلها تداخل مع بعضها لكن تداخلها مو مجرد تجميع في صندوق وطلق لك خلطة يعني لا هي في صراع جدلي قدم نظرياء على هذا الأساس نظرياء أملاقة كبيرة مهمة بها خطاء قلعات التاريخ أثبت بأن فيها خطاء يعني مثل ما نتسوي تنبؤات بالجو الآن كانت قبل عشر سنين سنة كنا صعب نتنبأ بعد عشر لأن فاكتورات كثيرة جدا لا تدير تحسبها هو قدم في قرن تسع عشر تصور جيد بناء على المؤطيات الموجودة والرجل كان باعث لا يصدق في هالمسائل كان يتقيق في كل شيء وأي معلومة يجمعها في سبيل أن يقدم نظرية متكاملة هذا الشيء يجب أن نفر هذا معنى شنو معنى أن الآن لدينا مشكلة مشكلة علينا أن نقدم في هذا الاتجاه نظرية جديدة قائمة نظرية ليست مثالية هي ما دامت النظرية هناك فرق بين النظرية المشكلة ما معنى النظرية أصلا لازم نناقشها فهذه رادلها راحة قطية يعني النقاط يعني ما معنى تقدم نظرية على شون حلقة كاملة بي هذا بس لماذا تقدم نظرية معناها أنت تريد تقدم مثلا تطلع مثلا تروح تأكل مثلا جوعان لازم تضع يعني مجرد للأكل يجيك بس مجرد فكرت بالأكل راح يجي الأكل عليك لازم تضع نظرية تروح تطواخ تروح تتمش مثلا أو تقل المكان معين هاي وضعت منهج يعني هي الطريقة لفهم العالم ربما لا مجبور مو بكيفك يعني أنا عندي نظرية سميها ثابت هي هاي لازم التثبيت لازم تثبت شيء وتنطلق عليه فهو أن نفهم هذه المسألة ماركز قدم مقترحة في الزمن كان أقل تعقيدا الآن الأمور تتعقد لها في شكل لا يصف ونحاول أن نفهمها نحاول أن نجمع الفاكترة فالمهمة الآن مليون ضعف يعني لا يعني ماكد عرقام بس مضاعفة جدا لفهم ما يجري أما أنتحدث عن الدين الدين العنوى إلى دور لكن المشكلة هل هو هذا الدين الموجود الآن الذي يشاع وينتشر ويجري الترويج له هل هو نفس الذي كان بيام محمد لا حتما لا هل هو كان نفسه بيام أبو حنيف لا فبالتالي أمور متداخلة نشبث بمسألة معينة وبعدها نجل ناقش نقول لا هي كذا ونقيم على أساسها معارفنا وخبراتنا وأشياء أعتقد الأمور يعني ما يحتاج تشدد يحتاج مفاهيم والكلمات يعني موضوع ما يخلص أتركتكم شكرا شكرا خليني شكرا بس آخر الدور ما الظاهر دائما آخر دور المختلف خليني أختلف مع أستاذ منصور حقيقة أنا أسخل الجوترة مو بس مو بس حبيبي من حيث في المبدأ إحنا ما عندنا إشكالية في مساهمة نظرية ماركس أو فلسفة ماركس بنشاط إنساني أو في نظرية المعرفة أو في تطور المعارفة الإنسانية نظرة الاختصاد والمجتمع ما في مشكلة أساسا هي نعم كانت حاجة في وقتها إشكاليتنا اللي تكلموا بها الزملاء مسألة تحول هذا الفكر إلى عقيدة لا هنا اختلفنا يعني أستاذي العزيز دائما عندما تتحول فكرة معينة اختصادية أو سياسية إلى عقيدة أشبه بالدين رح نكون هنا النتيجة هي صراعات النتيجة هي كوروه مثل ما الحلقة السابقة تكلمنا عن الكراهية كيف ما نحن نريد من خلال هذه النظريات الأفكار نريد حلول للمجتمعات ما نريد صراعات النتيجة لا يوجد فكرة فكرة الأصل فكرة الأصل تقول أن هناك أصل وهناك حل هنا اثنين ما موجودات نحن موجودين في عالم غامض للمصول تشطرعية خذي نسمع دكتور درقامش بعدين عموما على أرض الواقع هو اللي حكم النظرية كيف تثبت مدى نجاح أو فشل من خلال التطبيق تحول فكرة الأفكار الماركس والشوعية والاشتراكية إلى شيء أشبث بالعقيدة ما هو ولدنا صراعات على أرض الواقع وهذا اللي من نريد هذه مؤاثف تؤخر على النظرية بالتطبيق تثبت مدى فشل ها أو نجاح أيضا تعقيد بسيط اللي ممكن نعترض عليه الفلسفة الماركسية وأعتقد الكلاسيكية مثل أعتقد بلال لوضح هذه النقطة أنه من حيث المبدأ ما في أو ما كو إمكانية لأي تصور أو تعريف مفاهيمي مهما بلغت الدقة أن يملأ الواقع التجريبي العملية معكوسة يعني ارتباك الواقع القلق الكامل فيه هو اللي يجبر العقل على صياغة المفاهيم هاي الديناميكية هي اللي تجعل هذي المفاهيم قابلة للتطبيق الإدارة الحياة تصبح مداخل للفهم لهذا احنا مثلا احنا أيضا تتمنى فعلا أن نتكلم عن نظرية المعرفة تحويل نظرية المعرفة إلى نظرية الاجتماعية هو أول عمر محل النظر أنا هذا اللي حبي أتعلق به وأشكركم شكرا جزيلا أستاذ منصور استمر استمر في هذا النهج لا لا عادي على فكرة المتعة بالاختلاف وليس بالاتفاق ودائما الاختلاف هو منبع الإبداع لا أنا ما داخل من حصلك يعني بس أبدا 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 أقول أنه الصراح هو خليه يكون موجود لكن على أسس جيدة هذا الصراح هو بالآكس مفيد يعني والعقائد أيضا مفيدة يعني اللي ما وجدت لو لا وجود عقيدة لما تشكلت المجتمعات يعني كل شيء ينفرط يتحول إلى شيء ما لاقم له هذا قصد فقط هي لا مشكلة في الاختلاف لا لا ما عدنا مشكلة بالاختلاف المشكلة لما تحول إلى صراح لا هنا صارت هاي الفلسفة غير مفيدة ولدت إنه صراح عارت ولدت إنه المشاكل عادي لا وعدت عارك وإي صاحبت وإي زوجت يعني شو المشكلة صراح 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 لا لا يعني فضل ها بعد البث نعم نعم كلمة أخيرة إذا عندك تعقيم لا هو كلام ممتاز يعني أنا أتقدم أنه طرح الموضوع الماركسية هو مهم جدا وشوائية وفكرة ماركس وكل ما طرحه يحتاج فقط إنه نتناول ما ما يخصنا إحنا كشعوب شرقية أو عربية أو ما زلنا من طبقة مختلفة عن السائل عن السائل في العالم هنا أدنى المشكلة الكبيرة حتى لا نفهم العالم بأكمل ماذا يجري في العالم بيننا وبين هذا العالم حاجز كبير يفترض أن نفهمه جيدا إذا ما نجي نرى ما فعله ماركس بالقرن التاسع عشر ونناقشه نكتشف بأنه ما ناقشه ماركس نحن ما زلنا بعيدين عنه لا حد بعيد جدا هناك مشكلة خطيرة عليه أنا أقول أنه هناك صراء الماركسي وما أسميه الصراء الشرقي يعني عندما يتناول واقع العالم ماركس في زمنه وضمن القرن التاسع عشر وفي أوروبا الغربية تحديدا كان يرى بأنه هناك صراء طبقات بين طبقتين طبقة الملاك وطبقة الرئيس الماليين وطبقة البروليتاري القضية بالنسبة لنا مختلفة تماما نحن لا ندنا إنتاج حتى نتحدث عن صراع بين طبقات بالتالي أنا أرى شخصيا أن الصراع لا يقوم بين الطبقات كما يقول ماركس ولا حتى في السيطرة على وسائل إنتاج السلح أنما في السيطرة على وسائل إنتاج السلطة نحن مشكلتنا الأولى والأخيرة كشعوب شرقية عربية إسلامية مشكلتنا الأولى والأخيرة هي السلطة ما عدنا هذا هذا الهوس المدمر القاتل بقضية السلطة معنا معنا أنه مجمل صراء الشرقي يكمن ليس في تقسيم الماركسي الطبقة الفوقية والطبقة التحتية لا نحن مجمل ينحصر في الطبقة الفوقية أما الطبقة التحتية كما نعرف كما لمسنا هذا من خلال الواقع دائما ترى نفسها جزء تابع للطبقة الفوقية وعليها اتباع وبعض يقول لك نحن اتباع المذهب الكذا نحن اتباع الصدر نحن اتباع السستاني نحن اتباع الولي الفقير الطبقة التحتية هذا واجبه طبقة ماركسيين وبالشوعيين والرأسماليين فنحن بيننا وبينهم بونش شاسع بالتالي اذا كان هناك طبقات داخلنا في طبقات بين رائي ورائية هذا التسمية الصحية التفكير يعني المنهج التفكير الذي نحن يعني هو يدور حول هذه المسألة كيف نتجاوزها هنا السؤال السؤال الخطير وعلى اساس عندما نتجاوزها بعد ذلك نقدر نتحدث عن أن هناك صراعات جديدة ستنشأ بين المنتجين بين الرأسماليين بين الطبقات العاملة أو الشغيلة وما إلى ذلك بالتالي هذه هنا المشكلة وسببها عندي تفسير سببها بأننا ما زلنا شعوب ما بعد البداية وما قبل الحداثية يعني شعوب قر وسطية سببها أيضا الأعمق بأننا شعوب ما زالت يعني عقل محدود عقل الشرقي والعربي خاصة عقل محدود عقل ليس عميق عقل كما يتهمنا الغربيون طبعا خاصة برنار لويس وأيضا قبل رينان يتمنا بين العقل الشرقي وعقل بؤدين ديمانشن يعني توديمانشن مو ثلاث أبعاد صح نعم 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 طبعا نعم دائما أنا عندي حلقة سويتها عن المفاهيم وشوية حلقة قيلة الدم يعني هنا شعوب لا تستطيع أن تنتج مفاهيم فبالتالي إذا ما تنتج مفاهيم خاصة بك والمفاهيم تجعلك ترى العالم تعيد تصنيف العالم إذا ما تصنيف العالم يبقى مجرد خلطة يعني صورة متداخلة غير محددة المعالم مشتبكة وظل ضائع دائما طول حياتك تشعر بأنك منتمي إلى قطيع فقط ديني وعليك التباع للتعليمات والآيات المقدسة والتعليمات المقدسة التي يقولها رجل الدين رجل الدين هو محور العالم العالم بالنسبة لأنه مجرد رحم ديني نحن نولد في هذا الرحم ونتغذى من ما يقوله رجل الدين وآيات رجل الدين هي هاي القضية هذه المشكلة الكبيرة اللي اللي ولدتنا إشكال آخر عندما استقبلنا ماركس استقبلنا أيضا بأي طريقة وفق طريقتنا الشرقية فهمنا فهمنا المختلف فتحولت إلى دوغمة يعني ما نقدر يعني كان صارت عقيدة هو أيضا موجود آياتهم العقيدة لكن الفرق وين العقيدة التي تبناها السوفيت مثلا أيضا هم آياتهم الأرثولوكسية يعني خشنة جدا السلفية الأرثولوكسية جدا خشنة وأقصى من الكاتولوكية إلى درجة بعيدة طبعا أتهم حدية لكن النوع تختلف عنه هم أتهم الدغمة ما لاتهم تنطلق من الواقع هناك مساحة للسلام هناك مساحة للتفكير للعقل لكن على الأطلاق لا يوجد مكان للعقل العقل هو أداة حمار يعني تاخذ غائب يعني تنزع مثل هذا النعال تنزع باب المسجد تدخل يعني بالحقيقة العقل هو حمار ننزع باب الحياة باب العالم باب الوجود وندخل ومن لا يفعل هذا فهو زندق كافر وما لا لاي هذا التفكير يجب أن نتجاوز فكيف أن نفكر يعني مثل واحد يفكر يفكر هو بالقرن السابع أو بالعاشر الميلادي و يستعين بمناهج وأفكار العلاقة بالقرن الواحد وعشرين أو العشرين أو حتى التاسع عشر كله كثير علينا يعني نحن لا نلقل قرن فاسع عشر في شخص أي يعني أنا رأيه النهائي أنه نحن أقرب لوصف قرامشي قرامشي قال هناك طبقة مهيمة أعتقد أن طبق علينا فقط هذه الرؤية رؤية قرامشي يقول هناك طبقة مهيمة هذه الطبقة المهيمة وهي صفة المجتمع هي التي تتحكم بالآخرين وهذا يعني وهذا بعد ذلك تتولد عن هذا الاستغلال اقتصادي إن كان إن كان هناك ما يسمى اقتصاد بالمعنى العلمي لدينا حاليا وحتى عبر التاريخ نحن لحد الآن ما واصلين مرحلة علم الاقتصاد ما واصلين مرحلة علم السياسة وما واصلين مرحلة علم الدولة يعني اقتصاد لا لا طبعا برأيي إنه فعلا الله هو الرزاق معنى الكلمة الله هو الرزاق لأنه هو الفكرة الله هو الدولة والسلطة الكلية وما هو الله بالنتيجة هو معنى رمزي هو الله السلطة فبالتالي أنت الجماعة البشرية يحكمها حاكم ومتسلط سواء باسم خليفة باسم رجل دين باسم فقع أي اسم كان فهو هذا اللي يمثل الله نحن نلتزم بشريعة هذا الحاكم أو الإله فبالتالي من يرزقنا هو هذا يعني هو المتدين عندما يقول الرازق هو مو غلطان يعني أنا أدعو دائما إلى فهم عقل المتدين عقل المتدين هكذا يفكر الرزاق هو فعلا الله يعني الله بالنسبة إله هو مثل يعني الله هو كلمة يعني أو مفهوم حال حال المال يعني المال هل هو موجود لا يوجد شيء اسمه مال المال محاضرة هي بكرة صح هي بكرة المال بس إنت قدما تتحدث مع الشخص يقول لك هل المال موجود قدما تقول لك طبعا الموجود يعني هل هناك شك بس وعدما تدعو إلى التأمل تقول لأ وين المال يعني هل هناك شيء يعني موجود قدما تطلع بالشارع تلقى مال يعني مثل ما تشوف هو ورق ورق وحتى مو ورق يلا الورق هو العملة يعني ما أقول أن الله هو العملة الروحية والمال هو العملة التي أيضا عملة ذهنية لكن تتحول إلى عملة نقدية نقدية تشكلها على شكل معدن الآن صارت العملة أرقام مجاد أرقام رقم تدوس عليها واحد يدفع 500 دولار مثلا تدوس دقمة رقم وصار مال خلص يعني لا تشيل فلوس بجيبك ولا آخر هاي مشكلتنا نحتاج لناقص قضايا نحن يعني محتاسين به هذا القضية يعني ماركس الآن بالعالم الغربي أصبح يعني جزء من الماضي بقت هاي الفكرة العظيمة مالت أنه الفلاسفة والمفكرين وجدوا لتغيير العالم وليس لتفسيره فقط فبالتالي هاي الكلمة العظيمة أعتقد هي الشيء الحي العظيم الذي بقي من من إيرث ماركس ومن دأبة وحرصة وإخلاصة لتقديم ما يراه صحيح لإدارة شؤون البشر ولتنظيم حياته شكرا لك دكتور قرقامش معنا دكتور قرقامش حديث أنا معاك أنا لن أطيل هي كلمة أخيرة وهي خليمة أريدك تطيل زبدة الكلام لأن الحلقة كانت طويل إحنا بالنهاية أنه يجب أن نأخذ دوما بالحسبان في أي رؤية علمية شامل للتاريخ مسألة التحول الاجتماعي لأنه ذهنية التنظير التحول الاجتماعي تنقذنا مما يسمي ماركس بالسقوط الدائم المشترك لما نسأل أنفسنا اليوم إذا كانت المفاهيم الماركسية تساعدنا في فهم أنفسنا التغيير العلاقات الاجتماعية أنا أقول أنه يجب أن نتعلم من الغث والسمين من تجربة ماركس الفكرية المفروض أنه نوجه نفسنا من خلال وضوح تصوراته وبنفس الوقت يجب أن نحذر بشكل جدي من التكاليف السياسية المتبعة من المفاهيم الماركسية وهذا آخر مداخل إلي وشكرا جزيلا نقي سهيل لك ولكل ضيوفك الكرام ولكل متابعين شكرا لكم أصدقائي العزاء هذا الموضوع كان رائع وأعتقد أنه يمكن حتى في المستقبل نعمل أكثر من حلقة حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى وإلى اللقاء عزائي المشاهدين في بات مباشر آخر